الاول كان من العلاقة. الاول كان ده يعني مصير العلاقة بس هون مش بيكون مصير مطلق يعني هون مجرد طاقة. مال قادم في حياة برج الحمل اللي عايز يبين. اوكي شكلك تعرضت يا برج الحمل حاجة صعبة. طاقة العامة من الوقت. اتعرضت لحاجة صعبة يا اخي انا. مشاكل. حاجة فيها ناس فيها اكتر من شخص يعني مش حاجة تخص الشريك بس يعني كلام مسلا سيء. لان ده ممكن كمان يكون كلامي في صنع او كده. فشكلك اتعرضت لحاجة صعبة يا برج الحمل. الطاقة بتاعتك طاقة حب. طاقة مشاعر. انت في عندك حب تجاه حد في الوقت الحالي. او انت بتفكر انك انت هتقدم عرض حب لحد في الطاقة الحالية. تفتير كتير كده. او انت عندك حب يعني او مشاعر تجاه فيه طاقة حب يعني. برج الحمل طاقتك في الوقت الحالي. او فيه او فيه حد انت قدمت له حب ومشاعر والحد ده خانك خدعك خزبك او انت بتراقب كمان حد او انت بتراقب حد لكن انت موضوع مسلا من علاقة من الماضي او من الصابق او كده. وبقيت حذر في العلاقات. بقيت حذر ان انك تقدم مشاعرك لحد او كده فيه او خايف او انت بتحب حد فيه عنده طرف تاني. يعني كل حد ياخد الكراءة بالشكل المناسب ليه. يعني فيه عنده طرف تاني او انت اللي عندك الطرف التاني ومش قادر مثلا تقول مشاعرك للشخص التاني. فاخد الاحتمال المنزب ليك. طاقت شريكك. طاقت شريكك القمر المن. ممكن ده شخص مختفي. ممكن ده شخص انت متعرفش عنه كتير. ممكن ده شخص غامض. ممكن هو حزين في الوقت الحالي. طاقت شريك برج الحمر. الشخص ده ممكن يكون مختفي. مبتعد مش باين او انت متعرفش عنه حاجة قوي او او هو منعزل عن الناس او كده. وبادئ حاجة جديدة في حياته وبيعمل توازن في حياته. بصه هو طاقته حلوة. بالذات ان هنا كمان في الطاقة بتاعته يعني هنا الامر وهنا الشمس طاقته فيها توازن فعلا في الوقت الحالي. ممكن هو مبتعد مثلا لنتأمل او بداية حاجة جديدة في حياته في الوقت الحالي. ممكن هو كمان بيرقبك. بس بشكل مختلف عن الشكل اللي انت بترقبه به. لان انت عندك شبه كده فيه علاقات. بسبب خداية. يا اما خداية متكارل من النفس. هاشط. يا اما حاجة حصلت ليك في الاصابق او في المؤذل. طاقة العلاقة ما بينكو انتو الاثنين. طاقة العلاقة بينكو انتو الاثنين. انا شايفة طاقة فيها حماس. طاقة فيها شغف. فيها التوازل. اه فيها اتنين اه اتنين ازجاع. اتنين محبين. اتنين اه نكحين. اه شايفة كمان احرف. شايفة احرف احرف شايفة حرف الان. حرف الام. حرف الاي. حرف الاتش. حرف البي. اه دي ممكن حرفة تخص حد بينكو او كده. اه شايفة طاقة العلاقة ما بينكو اه فيها رغبة في اعتذار او مصالحة او اعتراف بحب او اعتراف بمشاعر. اه وفي قرار لازم يتخذ بشأن ده. فيه فيه كمان انتو شايفين ممكن تكونوا انتو الاثنين من نفس الساعة من نفس البرج او من نفس يعني انتو الاثنين مسلا تكونوا برج لادي او انتو الاثنين تكونوا حمد. فيه احتمال ده او حاسين انكو انتو الاثنين براية البعض. تمام? مشاعروا تجاهك. مشاعروا تجاهك حلوة قوي قوي قوي. مشاعروا تجاهك بايفة. انا شايف هنا ده شخص طيب. اه شخص طيب شخص كويس شخص منعزل لتحسين وضعه وتحسين نفسه. اه بادئ حاجة جديدة. اه ممكن يكون فيه بينك وبينه فرق السنة ده للبعض. للبعض ممكن يكون او تعرفه من زمان. او تشوف وتحس انك انت تعرفه من زمان. المهم بمشاعره هنا تجاهك كمشاعر محبة. اه مشاعر سلام. مشاعر اه التواصل روحي. مشاعر شفاء ممكن الشخص ده انت من اسباب مسلا تنجاحه في حياته او تقدمه في حياته. كون ان هو بس بيفكر فيك. اه اه شايفه شخص روحاني. ده له كرت برج القوس. اه ده ممكن يكون شخص كمان روحاني او بيستعمل روحانياته او عينه التالتة. اه اه قوي. مشاعره تجاهك او تجاه العلاقة. الامر برضو. الشخص ده انت بتساعده ان هو يتوازن في حاجة صعبة وهو مر بيه. يعني مش انت بس اللي عندك حاجة صعبة. هو كمان حاجة صعبة هو مر بيها انت بتساعده ان هو يعمل توازن حاسس بتواصل روحي قوي بينك وبينه. ممكن انت كمان بالنسبة له همد او احسيسك او مشاعرات اهوا ده بالنسبة له او في الوقت الحالي. الشخص ده متفاجئ او متفاجئ في الوقت الحالي بالمشاعر اللي هو حسسها globularه. اه الشخص ده حزين ، في الوقت الحالي بسبب انفصال حصل بينك وبينه. في ترومب قوي جدا حصل بينك وبينه انهيار العلاقة. شخص ده حزين جدا في الوقت الحالي. بيحاول ان هو يتواصل معك على اقل روحياً ، في الطاقة الحالية عشان הם takir Liteir o amaze. يجذبك لي تاني او انك انت تسمحه او ان هو يحاول يسمحك اين كان مين العمل في مين. نوايات تجاهك او تجاه العلاقة. ايه نوايات? زي صعب. شخص ده عنده ورق قوي جدا. ورق واضح جدا. نوايات تجاهك ان هو يوضح لك حاجة. يوضح لك امور. يكشف لك مثلا اصرار معينة. يكلمك عن نفسه. الان هو هنا الامر. هو مختفي. هو غامض. هو منعزل عن الاخرين. هنا ممكن يكون عاوز يوضح لك اللي هو بيحس بي نوايات في جاهك او تجاه العلاقة. شخص ده نوايات في جاهك او تجاه العلاقة. ممكن انت يبين لك حاجة مثلا حصلت في حياته او ان هو اتعرض لايه في حياته. الشخص ده متردد ممكن في الوقت الحالي. بسبب ان فيه شيء لازم ينهيه في حياته الاول هو عامله اكيد. او شعر حب تجاهك. لكن في حاجات لازم تحصل تغييرات في حياته. عشان الشمس دي تطلع او الشمس دي تكون او الامور دي توضح. الحاجات دي لازم تنتهي اللي موجودة في حياته او في حياتك يعني. خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة ده فول. اه زي ما قلت. في حاجات لازم تخلص خالص وتبدأه من زيرو. الشخص ده اه كمان عاوز ياخد خطوة ممكن تكون مش محسوبة قوي مش مدروسة قوي اه او بمجرد انتهاء الشيء السيء مسلا انه بتمروا به او بتمروا به العلاقة ياخد القرار على طول او يبدأ معي البداية جديدة تماما. لو انت شخصي انا شايفة هنا للبعض ممكن انه شخصي جديد. للبعض الاخر ممكن ده شخصي انت قلت معي في اه مشاكل حزن الم او كده والشخص ده بيعيب برمجة نفسه وحياته في الوقت الحياة. نوعية تجاهك اه خطواته القادمة تجاهك. شخص ده جاي لك بطيبة وحب بسلام شخص روحاني جدا حكيم اتعرض لحاجات كتير اكسبته حكمة خبرة عقل ممكن يكون هو سنه صغير مثلا وعقله اكبر من سنه. اه ممكن يكون هو شخص متدين لكن مش بالشكل الظاهري بالشكل. ده مش بحبي كلمة المتدين دي يعني بس اه كان حد بيفتعل الشيء يعني. لكن هو كانه اه شخصا عنده الحكس قوي جدا عنده طاقة العين التالتة موجودة قوي يعني او هو بيتبع حكسه بشكل كبير. اه ايه? وفيه شوية اسرار برضو. فيه شوية اسرار عنده في ناياه او في خطواته اكده هو مش مش مفصح عنها للاخرين انضيك في الوقت الحالي. الاوت قامل العلاقة زلق. انت اما هو هيسيب حد وراي اما انت هيسيب حد وراك. المهم اللي هو هيكون معبودين مع بعض. ده كارت العاشقين. الكارت ده اه مش بيقضي اوي جاويز. لكن هيكون في علاقة. يعني هيكون في مشاعر. وحبه كده. اه ايه نواياه تجاهك او تجاه العلاقة. اه الاوت قامل. الاوت قامل. اه في مشاعر. فيه حظ. فيه تقدير. فيه استقرار. فيه تغيير لحالة انتو بتعشوها في الوقت الحالي. ممكن يكون فيه حاجة فيها شغلة تشتغلوه مع بعض. اه فيه صفر ممكن تسافلوه مع بعض. ممكن. الشغل ده يكون عن طريق الانترنت. ممكن آآ آآ فيه نوع من انواع الاستقرار يعني. او شخص ده تكون انت رئيسه في العمل او هو رئيسات في العمل. بيحسب بينكم مشاعر حب او يعترف لك بالحب ان عنده ده او كده. بس فيه حاجة مسلا هتخلوها في بدايتها ما تكونش ظهرة للاخرين. يعني ما يكونش الاخرين يعلموا عنها يعني. انا عايزة اشوف من الرومان في مشاعره تجاهك او تجاه العلاقة. لان هنا هو حاسس بايه لكن ما فيش مشاعر تجاهك. ايه مشاعر تجاهك او تجاه العلاقة. حد فيكو كانت في علاقة سامة او فتاكة سامة. آآ او عنده طاقة ادمان مسلا ادمان على حاجة او كده. آآ شايفة فيه في مشاعر تجاهك او تجاه العلاقة. في مشاعر حب ممكن كمان ممكن تكون واصلة لتعلق. او الشخص ده مدمن على شيء. وواصله حاجات كتير في حياته في السابق. هو بيحاول يعمل شفاء متوازن في الوقت الحالي. او كانت في علاقة سامة او علاقة فيها التعلق. عملك له مشاكل في حياته. هو بيحاول يخرج منها. آآ هنا كمان في مشاعر تجاهك. الشخص ده ممكن يكون بيدا يا ربنا انه تكونوا موجودين مع بعض. يكون مستعد ان هو يبزل مجهود اكبر لان هو شايف انك انسى الحب الكبير بالنسبة له. الابراج اللي موجودة هنا يا برج الحمل انا شايفة برج الحوت العقرب السرطان الميزان الاسد القوس عقرب تاني عزراء حمل آآ صورة عزراء جوزاء دي الابراج اللي موجودة برج الاسد برضو تاني او الكوس دي الابراج والطقات اللي موجودة. قادم في حياة العازبين في شخص يحبك اوه. ممكن يكون اصغر منك. آآ ممكن يكون شخص انت كنت معاه وعايز يقدم لك اعتذار او مصالحة او كده. من قادم. ممكن كمان جاي لك رزق خير او كده لان انا هنا بقولك من قادم مش من القادم. من قادم بتشمل آآ زواج آآ عمل نجاح ارتباط آآ فلوس آآ اي حاجة ممكن تظهر قدامنا. من قادم لبرج الحمل في الفترة اللي جاي. طب اللي اتنين يا برج اللي اتنين ممكن انت فيه ارتباط ممكن يحصل فيه زواج. مع شخص هو متطقل. انا شايف شخص روحاني جدا على فكرة. لو القراءة دي مش مناسبة معك فانت ممكن ما تكملش يعني تبقى هي مش متطبقة معك. يعني لو انت مثلا شريكك صعب وفظيع وخاين وعمل ومعرفش ايه فتبقى دي مش ايه او يمكن تتحسن او تغير يعني انا شايف شخص روحاني عمل استقرار استقلال لنفسه. الحالة جسم قلوقها الحاجة. حالة الحب دي اه بتكون حلوة قوي اللي هو حد مستغني بنفسه عن الجميع. حالة الحب اللي بتكون دي حتى كده توقية هدهلكو. اللي بتكون فيها احتياج. احتياج اه لفلوس ان حد مسلا يكون مسؤول عني او يصرف علي او كده. احتياج لمشاعر ان حد يعطف علي احتياج لاهتمام احتياج احتياج. طاقت الاحتياج بتجذب الشريك الخطأ. اللي هو يعذبك في الشيء اللي انت محتاجه. تمام? طاقت الاستغناء والاكتفاء بالذات. طاقة بتجذب زواج ناجح. شريك مناسب. ويخليك على الوضع ده دايما. يعني يخليك انك انت شخص مكتفي وعندك طاقة استغناء. فخلما بالكم من الطاقة بتاعتكم انتو بتجذبه شريك الحياة او انتو بتختاروا شريك الحياة او انتو بيحصل فيه تصالح او عودة. عشان الموضوع يستخر ويستمر لازم اكون انا مبسوط وانا مع نفسي. ومتصالح وانا مع نفسي. وسعيد وانا مع نفسي. عشان اجيب طاقة شبيهة دي. لو انا في طاقة فقر لأي شيء فانا هجيب برضو الطاقة اللي شبيهة دي. خدوا بالكم من النقبة دي. اه شايفة هنا برج ثور او برج عزراء طاقات طاقات مائية. اه شخص روصاني جدا. ممكن تكون اه العلاقة دي هتروح لزواجة على فكرة استقرار وممكن يكون كمان فيها عمل مشترك. اهو. زواج بلد المززواج. زواج. في زواج اكيد برج الحمل. لو الطاقة مش همعك من البداية او الارتماع او لما شامل او مصالحة ايه كان وضعتها قوي. لكن انا شايفة فيه ودنج. في اه ارتباط في زواج. اه وشايفة ناجح كمان. شايفة ناجح. بعضكم ممكن اه انت بالفعل لقيت الشريك. لازم تكون حالتك كده. لازم تكون الطاقة بتاعتك او الحالة بتاعتك ايجابية. تمام? بعضكم ممكن يكون عينة من مشاكل اسرية في الصوق. لازم ان هو يتحرر منها. دي الطاقة بتاعت الورقة. تمام? اه بعضكم عينة من المشكلات ممكن يكون مشكلة في الاسرة بينك وبين الشخص ده. او بينك وبين شريك اخر. او هو بينه وبين شريك اخر. فيه سيركل معين انت بتلف فيه بقى لك فترة. ممكن ده بيسبب لك فشل في علاقاتك العاطفية. بسبب حاجة حصلت في حياتك. ممكن ده ما يكونش خاص بيك. يعني ممكن يكون خاص باسرتك بالاسرة الكبيرة عندك. اللي هما الاب والامة او كده. ممكن تكون مسلا كان فيها انفصال او كان فيها لخبطة مسلا. اه فانت عندك مشكلة من الطفولة. ممكن ده ما يبانش يعني ممكن ده انت ما تكونش حاسس بيه او مدركه. فده بحتاج مسلا انك تعمل تأمل. اه تعمق اكتر تشوف ايه. اسباب اللي بتخلي حاجات في حاجاتك تبوز بالزات على المستوى العاطفي اللي هو احنا بنكلم عنه في الوقت الحالي. وتتحرر من ها. تتحرر من شكل الافكار اللي بتوصل علاقاتك ان هي ما تكونش نكحة. او ان هي يكون فيها الم او او خوف او عدم احساس بامان او الحاجات دي كلها. لازم انت تتحرر منها. سواء انت او الطرف الاخر. وتكون تفكيرك ايجابي. تجاه الاشخاص. اه تفكيرك واحاسيسك. لان لازم الافكار تربطها اه بمشاعر علشان تتحقق. زي كده لما بنزعل ونحزن. وآآ او نفكر في طاقة سلبية. بنقل عليه بنحس بمشاعر سلبية وحزن وقلم. بنقل عليه آآ يحصل في حياتنا كثير من الالم كثير من السلبية. آآ نفس الكلام لو احنا فكرنا بشكل آآ آآ ايجابي. آآ وحسينا بشاعر ايجابية بيحصل في حياتنا احداث ايجابية ويدخلوا حياتنا اشخاص دي جمعين. خلوا بالكم النقطة دي كويس قوي يا برج الحمال. طيب نشوف ايجابة الملائكة لبرج الحمال. نفس الكلام. آآ وعدوكم في عندي مشكلة مع حد او او شايف حد مثلا في المياه او كده. طيب هنا بيقول لك في حاجة تاني احسن. او في حاجة تاني افضل. ممكن يكون شخص. ممكن يكون فكرة. ممكن يكون تصرف. يعني في حاجة تاني احسن من الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي. تاكيدا عليه هنا بيقول لك هنا اختار طريق تاني او اختار طريقة تانية. ففي حاجة احسن من الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي او احسن من الواضع اللي انت موجود فيه دلوقتي والحاجة دي في ايدك انت اللي تعملها يعني. هنا كمان بيقول لك خلي حد يساعدك. خلي حد يستشير حد. الحد ده لازم يكون حد خبرة في الحاجة اللي انت عايز تستشيره فيها. من الواضح انك انت لازم تلجأ لحد للمساعدة في الوقت الحالي. او ممكن تلجأ لربنا سبحانه وتعالى استخارة لاني بصوا غيرها دي تحت الورق بتاعكو خطير بصراحة يعني. اه هنا برضو انت مكون منك او التأمل او الدعاة او انك انت تعد في لحظات كده تاخد فيها وقت مع نفسك. انت عندك لغبطة في دماغك او حاجات اسئلة مش خايل فيها اجابات. هتجي لك الاجابات في اللحظات دي اللي انت هتعمل فيها تأمل او استخارة او تدعي ربنا او اي مكان يعني. وبالشكل اللي فيه انت عني معتقلك او دينك. في عندك بداية جديدة نجاح من اول والديد. صفحة جديدة تماما في حياتك وهذا بيقولك لاتجو. في حاجة لازم تسيبها او تتخلص منها افكار اشخاص تصرفات عادات او اي مكان. عشان انت في صفحة جديدة تماما في حياتك. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة